الانزيم الثاني اللي ممكن يعمل لنا هيمولادي كاينيميا هو بايروفيت كاينيز نقص في البايروفيت كاينيز البايروفيت كاينيز ده انزيم مهم جدا ايه اهمية الانزيم ده اللي هو البايروفيت كاينيز هو بيدخل برضو في الكاربوهديت متابليزم ويعمل لنا ايه يعني استهلاك لمادة المادة دي يسمى 2-3-ديفوسفوغليسريت طيب لو حصل الانفيدي فيشنسي فيه اللي هو البايروفيت كاينيز يعني اللي الانزيم هللاحظ المادة اللي اسمها 2-3-ديفوسفوغليسريت مش بتستهلك فبتزيد فيه الدم لما تزيد المادة دي فيه الدم زي ما احنا جايفين بتمسك كده في الجزئ بتاع الهمجلوبين المجلوبين ميليكيورز وبتخلي الجزئ بتاع الهمجلوبين تايت تايت يعني ايه يعني مجدود كده ومقفول واضحة الصورة دي تايت على عكس الجزئ الطبيعي اللي مفوش المادة دي ببقى مفتوح يقدر ياخد الاكسجين ويحتفظ بيه اما الطايت اللي هو المجدود ده المقفول يطرد الاكسجين بسهولة فعشان كده قصة الايه البيروفيت كاليس ديفيشانسي بتيجي من الجزئ بتاع الهمجلوبين بيبقى عنده low affinity decrease for affinity الاكسجين فبيسيب الاكسجين بسهولة طيب هل ايه اللي بيحصل بقى نتيجة الايه اللي هو decrease for auto affinity بيحصل ان بيبقى فيه هيمونية كنية بس mild mildly لان الايه الابنورمال هيمونجلوبين ده اللي هو بيطرد الايه اللي هو الاكسجين بسهولة بنقول عليه shift to the light في الكيرف بتاع الاكسجين dissociation كيرف بسبب ارتفاع في نسبة المادة اللي هي اسمها two three diphosphoglycerid طيب ادي الكيرف اهو اللي احنا قم نتكلم عليه اللي هو اه اكسجين هيمونجلوبين اكسجين dissociation كيرف الكيرف الطبيعي اللي هو بلون اسود الغامع بينما الخطوط المقطعة دي يما جزء to the right يما جزء to the left في الحالة بتاعتنا بتاعت البايوريد كينيز ديفيشانسي بنقول في shift to the right shift to the right بسبب ان ايه ان فيه reduced affinity للأكسجين بسبب increase to three diphosphoglycerid اللي احنا شرحناها في الشريحة اللي فات زيادة two three diphosphoglycerid تخلي الهيمونجلوبين تخليه عنده low affinity للأكسجين تخليه يدي الأكسجين بسهولة ل بالسيلز والتيشوز زي ما نشافين اهيه صورة وبالتالي بيخلي الكونديشن بتاعت البايورويد كينيز ديفيشانسي مايلد وهو ده سبب ان ايه ان الحالة تاعتنا بيكون مايلد هيمونيديك انيميا لو قرنوها بجلوكوز 6 فوسفيد دي هيدوريجينيز ديفيشانسي اشتركوا في القناة